تعالت وسط مدينة رمالة المحتلة اليوم أصوات قرع الأواني والتناجر دعماً وإسناداً للأسير الفلسطيني الصحفي محمد القيق في سجون الاحتلال والمضرب عن الطعام لليوم السادس والسبعين على التوالي جاء ذلك خلال مسيرة شارك فيها الفلسطينيون وأهل الأسرة تضامناً مع الأسير القيق مطالبين المؤسسات الدولية والحقوقية بتدخل السريع والعاجل لإنقاذ حياة القيق والإفراج عنه ومحذرين من أن الشعب الفلسطيني لن يصمت في حال تعرض الأسير القيق لأي سوء وحملوا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته الرسالة الثانية إلى العدو الجبان إلى هذه الدولة الفاشية نقول لها إذا أردت أن تجربي أن يكون محمد القيق شهيد فأنا أشك أن تكون لأيها الدولة الجبانة قادرة على تحمل نتائج استشهاد محمد القيق فأنا أتوقع أن تستعر وتشتعل الانتفاضة أكثر وأكثر في حال ما اسم محمد القيق أي سوء